في سؤال دايما بيجيلي ايه هي الاحتياطات اللي لازم ناخدها واحنا بناخد جلسات الاشعاعي او بعد ما بناخد جلسات العلاج الاشعاعي طبعا في تخوف كبير من الاعراض الجنبية اللي بتحصل مع العلاج الاشعاعي وفي تصور خاطئ ان كل العينين اللي بيخدر علاج الاشعاعي ماينفع بعد كده ما يقدروش يكملوا حياتهم او يعملوا اعمالهم المعتادة او يروحوا شغلهم الكلام ده غير ضقيق لان فيه لان الموضوع ده ما بيحصل فيه جزء من العينين لكن نسبة كبيرة من العينين ما بيحصلش معهم كده وبيقدروا يكملوا حياتهم ويقوموا باعمالهم المعتادة طبعا الاعراض الجنبية لعلاج الاشعاعي بتعتمد على المكان اللي بيتاخد فيه العلاج الاشعاعي والجرعة وعد جلسات وعوامل تانية كتير منها الحالة الصحية للمريض من اهم الاعراض الجنبية للعلاج الاشعاعي هي احمرار الجلد تغير في لون الجلد والعلاج الاشعاعي اللي بيتاخد فيه حالة الرأس والرقبة ممكن يحصل صعوبة في البلع او تقرحات في الفم طبعا العلاج الاشعاعي بتاخد مع البطن والحوض ممكن تحصل حاجات زي اسهال او او التهاف في مجرى البلع طب ايه بقى الاحتياطات اللي احنا هناخدها اثناء تلاقي العلاج الاشعاعي اول حاجة يفضل شرب المياه بكمية كافية على القالة 2-3 لتر في اليوم الحاجة التانية الغذاء المتوازن في جميع العناصر وفيه الفيتامينات الحاجة التالتة الاهتمام بالاسنان خصوصا لو العلاج الاشعاعي هيتاخد في منطقة الرأس والرقبة رابع حاجة التواصل دائما مع الطبيب من اجل لو فيه اي اعراض جديدة ظهرت بالنسبة لمرضى اللي بياخدوا العلاج الاشعاعي في منطقة الرأس والرقبة فيه حاجات يفضل نحنا ما ناخدهاش زي الحمضيات والتوابل والشطة ويفضل تناول اكل سهل الهضم وما يفضلش نحن ناكل اي نوع من الاكل اللي هو يكون صلب شوية